شركة أوفشور؟ كيفية حماية أموالك في البنوك السويسرية من الوصول إليها من طرف ثالث؟ إجراءات قانونية لاتهامة كذبة بالفساد، التهرب الضريبي، عدم دفع الالتزامات والمنافسة غير المشروعة قد يؤدي إلى تجميد حساباتك في بلدك وعمل حجر كامل على الأصول بين عاشية وضحاها ثم اعتبارك مفلساً مؤقتاً أن فقات اليومية لعائلتك وعملك والدفاع الفعال عن نفسك لم يعد ممكناً أنا أبين لك كيفية حماية الأصول الخاصة بك على نحو فعال عن طريق تحويل أجزاء منها إلى الخارج نهارك سعيد، اسمي إنزو كابوتو من SwissBankingLawyers.com كما تعلمون من موقع الويب الخاص بي، فإن البنوك السويسرية تدير 30% من مجموع أصول الأفراد في جميع أنحاء العالم لماذا يحضر كل الأغنياء أموالهم إلى سويسرا؟ الاستقرار السياسي والاقتصادي، الحياد، النظام القانوني الفعال، الضرائب الخفيفة، الموظفين متعددين لغات، وخدمات مصرفية ممتازة مع حسابات بعملات متعددة سويسرا المستقرة هي أفضل مكان لأصولك اختفت السرية المصرفية السويسرية لأسباب ضربية فقط السرية المصرفية لا تزال موجودة فيما يتعلق بالخصوصية وحفظ البيانات نظرا لنظام التبادل التلقائي للمعلومات فإنه لم يعد من الممكن إخفاء الأموال الغير مصرحة عنها لماذا لدى جميع الأغنياء حسابات مصرفية بأسماء الشركات وليس بأسمائهم الشخصية؟ الأمر ببساطة أنهم يريدون حماية أصولهم وتقليل مخاطر المسؤولية بالنسبة للسلطات، فإنه من الأسهل بكثير الحجز على أصولك في بلد إقامتك عن حجزها في الخارج لا ينبغي لأحد أن يعرف أين هي الأصول الخاصة بك من وجهة نظري واستنادا على سنوات من الخبرة أستطيع أن أؤكد أن الكثير من هذه الدعاوة القضائية تبدأ بتفتيش المنزل إذا رن جرس الباب الساعة السادسة صباحاً فأنت سعيد إن لم تكن تحتفظ بعيدة وثائق مصرفية خارجية في المنزل أو المكتب ولذلك أنصحك بأن تجر اتفاقاً حول البريد مع البنك الذي تتعامل معه في الخارج وهذا يعني أن جميع المراسلات البنكية سوف تدعو لك شخصياً في البنك نحن نعلم علم اليقين أن الناس يغشون يكذبون ويسرقون في العصور الوسطى بنى الأغنياء القلاع لحماية أنفسهم اليوم لديك بدلاً من بناء القلاع إنشاء شركات خارج بلدك من أجل حماية نفسك حسابك المصرفي ينبغي أن يدار على أساس حساب باسم الشركة وليس باسمك الشخصي إذا كانت لديك أصول باسمك فأنت أسهل عرضة للهجوم عليها عما إذا كانت موزعة توزيعاً استراتيجياً الشخص الاعتباري يجب عليه الحفاظ على حساباته المصرفية ويخوته وعقراته وجميع سيارته العتيقة الخاصة به وحقوق ترخيصه وحصصه افصل نفسك ببراعة عن أصولك قانونياً وليس اقتصادياً سجلها باسم شركة لك تسيطر عليها يمكنك زيادة حمايتك أكثر إذا كانت شركتك تقع في الخارج فإنه أصعب بكثير بالنسبة للسلطات والدائلين الوصول إلى الوصول الخاصة بك عندما تتعامل مع شركة في ولاية قضائية أجنبية ميزة أخرى لسويسرا على سبيل المثال فإننا ما زلنا نسمح باستخدام حامل الأسهم بدلاً من السهم الاسمي سيظهر اسم مالك الأسهمي والمالك المستفيد في السجل التجاري بالنسبة للكثيرين لا يتحققون من أنهم ليسوا محميين أو أن لديهم ضعفاً في أدوات حماية الأصول إلا مع قرار نقل الأصول بقرار من التفتيش القضائي لا تلعب بمستقبل عائلتك وعملك احمي نفسك الآن بفضل حلولنا الجديرة بالثقة واستفد اليوم من سنوات عديدة من خبرتي امسك هاتفك الآن والتصل به 0041-44212-4404 كن ثرياً وابق ثرياً أتمنى لك يوماً جميلاً ترجمة نانسي قنقر